أعلنت نيابة العامة ارتفاع عدد شهداء حادث مسجد الروضة الإرهابي إلى 305 أشخاص بينهم 27 طفل كانوا برفقة ذويهم وإصابة 128 أخرين قالت نيابة في بيان لها أنه عند بدء إلقاء خطيب مسجد الروضة بمنطقة بر العبد بشمال سيناء خطبة صلاة الجمعة فوجئ المصلون بقيام عناصر تكفيرية يتراوح عددهم بين 25 إلى 30 تكفيريا يرفعون على مداعش ويحملون أسلحة آلية بإطلاق الآيارات النارية تجاه المصلين وأضاف البيان أن تكفيريين كانوا يستقلون خمس سيارات دفع ربعي وقاموا بإحراق سبع سيارات خاصة بالمصلين